سعيدية وعندها 88 سنة والصلاة والصوم أهم حاجة في حياتها اتجوزت من أنسي ساويرس وهي بنت 17 سنة وكان جواز سالونات لكن قصة حبهم ابتدت بعدها وقال عنها يسرية أجمل صفقة في حياتي خلفت وربت أغنى ثلاث رجالة في تاريخ مصر وعندها 13 حفيد وحفيدة صروتها بالمليارات وجمعتها من تدوير الزبالة وبتعمل خير بالملايين واسمها بين الغلابة الهانم ولما الإخوان ظلموهم صلت ودعت عليهم وربنا انتقم لأسرتها قصة يسرية لوزة أغنى ست في تاريخ مصر اتولدت في مدينة منفلوت بأسيوت يوم 31 ديسمبر سنة 35 وباباها كان محامي وعنده مكتب صغير وشافت حبيب العمر أنسي الأول مرة في أواخر سنة 52 وتخاطبوا وتجوزوا بعد كم شهر وجوازهم كان بالصدفة في يوم أنسي كان صهران مع صاحب عمره فتح جورج وليكان لسه عريس جديد وفتح يفضل طول الليل يقناعوا بحلوة الجواز ورشح له بنت عمه يسرية وبالفعل الجوازة تمت وعاشوا في سهاج الأول وبعدين سنتين في أسيوت لحد ما جوم القاهرة سنة 56 ويسرية ما طلبتش أي حاجة من أنسي غير أنها تكمل تعليمها ويبقى معها شهادة وفي القاهرة ربنا فتحها على أنسي سوي رسم واسع والفلوس ابتدت تجري في يده لكن فجأة جمال عبد الناصر بيبتدي التأميم وبياخد كل ممتلكاته والأسرة بقت على الحديدة وهنا أنسي بيسيب مصر كلها ويسافر يشتغل في ليبيا سنين طويلة ويسرية بتشير المسئولية وهي اللي بتربي ولادهم نجيب وساميح ونصف وكانت حريصة تاخدهم الكنيسة كل يوم حد يصلوا وعلمتهم يخافوا من ربنا ويحبوا ويحبوا كل الناس والأهم يبقوا صدقين ومجتهدين في شغلهم وبعد شوية الأسرة حالها بيتغير وأنسي بيرجع مصر وبيبتدي الإمبراطورية الاقتصادية لآل سويرة سمنتاني وولادهم كمان شقوا طريقهم وفي الفترة دي يسرية كملت تعليمها وخدت الشهادة الجامعية وبعد شوية قررت تبدأ شغلها الخاص والمفاجأة لما قررت تشتغل في تدوير القمامة واختارت البزنس ده لسببين أول حاجة تغير حياة الألاف من جميع القمامة والتاني تحقق ربح من مصدر جديد ومختلف وبتدت شغل على الأرض وبقت إمبراطورة تجميع القمامة في مصر وشغل معاها عشرات الألاف رجالة وستات وحي الزبارين في القاهرة المملكة الخاصة للست يسرية والكل هناك بيسموها الهانم والهانم كانت كل جمعة بتاخد ولدها للحي وطبعاً كانوا بيبقوا متضايقين من الريحة وعاوزين يلعبوا في النادي أو يخرجوا وفي يوم نجيب سألها ليه كده يا ماما فردت عليه وقالت عشان تشوفوا الناس عيشة ازاي واحنا عيشين ازاي فتشكروا ربنا على النعمة وتفكروا لما تجبروا هتعملوا ايه للناس دي ولما البزن الزاد عملت شركة ارتقاء لجمع وتدوير القمامة وبقت أكبر مصدر لمخلفات الزبالة لبعض الدول وعلى رأسها الصين وعملت مصنع لإنتاج وتعليب وتصدير لحوم الخنازير وكمان مصنع لتحويل مخلفات القمامة العضوية لسمان ومصنع للطوب الأسمنسي والبلاستيك ومصانع للحلي والأنتيكات من علب الببسي ومخلفات المطاعم والكافيهات ومعظم مكسبها مخصصات لعمل الخير فمثلا بتتبرع بمئة ألف جنيه لكل مريض فقير محتاج لزراعة كبد فمركز جراحة الجهاز الهضمي بجمعة المنصورة وحجم تبرعاتها لمستشفى جامعة المنصورة وصل لخمسة وعشرين مليون جنيه وناس كتير ما تعرفش إن السيطة يسرية عندها مطعم بيأكل الفقر مجانا وما بتفرقش ما بين مسلم ومسيحي وما بين خمسمية وتمانين عملية زراعة كبد اتبرعت بتكلفتهم كان في حالة واحدة بس لمريض مسيحي وفي حي الزابلين عملت مدرسة ومستشفى لولاد العاملين في جامع القمامة وعالجت عشرين ألف مريض من فيروس C ونتيجة فعل الخير ربنا دايماً مع أسرة يسرية ولما الإخوان لفقوا لهم قضية تعرب من الضرائب كانت أصعب أيام حياتهم بس الأزمة ما استمرتش وانتعت على طول ومع أن الستة يسرية خادت جوائز محلية ودولية كتير دايماً بتقول أنا خايفة كل الجوائز دي تقلل رصدي في السماء تحية لهذه السيدة العظيمة